المتابعة الدورية أثناء الحمل أثناء شهر الحمل ده مهمة جدا وبالذات المتابعة في الشهور الأولى عشان قطر لو فيه حاجة حسن منها من دلوقتي أو نزبطها أو غيره التخيذ القرار السليم نفسه مرتبط بمسألة المتابعة إحنا مش هنعرف ناخد قرار سليم إلا إذا كنا بنروح للدكتور وبنتابع الحمل بتاعنا بنتابع الوزن بتاعنا بنتابع الضغط بنتابع العلامات الحيوية بنتابع التطورات وتقدم الحمل بتاعنا بنتابع شكل البيبي ووزنه والمسائل الخاصة بيه فيه أدوية ممكن نحتاج أن ناخراضها في بعض الإجراءات اللي محتاجين أن نعملها حاجات دي مهمة جدا في مسألة تطابعة الحمل أهم من كل الكلام اللي احنا قلناه لإنها هي اللي بتكتشف الحاجات دي وتكتشف المشاكل والعلاة الصحية اللي احنا ممكن نحسنها عشان خاطر نوصل لأولادة الأمين مش هقول بقى الولادة الطبيعية هقول الولادة الامن ايان كان الاختيار بتاعنا سواء كان الولادة الطبيعية او ولادة كيصرية او غير يعني برضو دي حاجة هتحسن لنا يعني احنا برضو مش عندنا سكر راحش انا برضو احسنني انا اولد لو هولد كيصري برضو فالاخر مضطرة انا احسن ان اولد كيصري وانا سكر بتاعي منضبط